يبقى نص اللي معانا لا يقتل مسلم بالكافر الكافر زي ما قلت لحضراتكم من بارح كلمة هي في الاسطلاح القرآني تعني المخالف لي في العقيدة ولا تعني سبابا ولا شتما كما جرى عليه العمل في عادة الناس في أوساط العامة مش شتيمة لأنه حتى في نهاية سورة الكافرون لكم دينكم وليا دين أقر مبدأ حرية الأديان كل إنسان حر فيما يعتقد واسم الصورة صورة الكافرون وختام الصورة يقر أن لكل إنسان حق في أن يعتقد ما يشاء والفصل في ذلك الأمر عند الله وليس عندنا عند الله يوم القيامة وطالما القرآن الكريم علمنا كده إذن إحنا عندنا لبس في فهم كلمة الكافر الكافر أنا أكفر بما يعتقد غيري وأنا وغيري يكفر بما أعتقد فكلانا يكفروا باعتقاد الآخر المخالف يعني المخالف لي في الاعتقاد ده بس عشان كلمة الكافر زي ما العمية بيستعملوها أو الناس ويشتموا بعض يقولك ده فلان ده كذا ده فلان دي هذا ميما لا يجوز ده استلاح قرآني يعني الإنسان المخالف لي في العقيدة الكافر ده عندي نوعين كافر بمعنى المخالف لي في العقيدة بأنه كافر حربي أو كافر بيني وبينه ذمة وعهد أو مواطنة يندرك تحت ذلك معنى المواطنة بل يشملها في كثير من الأحيان الإنسان اللي بيقاتلني وبيحاربني المخالف لي في مجال العقيدة هذا الإنسان لي وضع والإنسان اللي أنا عايش معاه في وطن واحد تجمعني به أرض واحدة وسماء واحدة ونشرب كلنا من نيل واحد ومن مكان واحد وقاعدين في حتة واحدة ده تجمعني به حاجة اسمها المواطنة المواطنة دي كمان فوقها يعني كلمة الزمة اللي ناس كتير بتزعل منها ده ده حق فوق حق المواطنة يعني فوق حق المواطنة أنتم في حمايتنا وفي أماننا ولا يجوز الجور عليكم وبالتالي ما حدث في هذه الكنيسة لا بد وأن يطبق عليه حد الحرابة لأن ذلك إفساد في الأرض لأن أنتم في أمانة مش عشان إنه دي بلدنا ومش بلدكم لا بلدنا كلنا لكن لكم فوق حق المواطنة حق الضم والعهد والوفاء بتوفير الأمن الذي لكم وإذا حدث لأنه إحنا الغالبية المجتمع اللي إحنا فيه غالب فيه أنه مجتمع مسلم عدد الأغلبية فيه أنهم مسلمين إيبه في الحالة دي إيه؟ حالة دي إنه نازلها حقوق فوق حق المواطنة حق الوفاء والعهد والحماية والاحترام والقسط والعدل كل الأمور دي لازم تكون فيه أذهنة وإحنا بنفهم مثل هذه القضايا إيبه شفنا كلمة الكافر معناها وشفنا الفارق بين الكافر الحربي أي المخالف ليه ومعادلية والمخالف ليه ويتجمعني بيه تعايش وطني وعهدي واكتماعي وكل شيء إذا نحن فرأنا بين كده لأن الشريعة فرقت بين الأمرين والدليل هو نص النبي التاني عليه الصلاة والسلام إنه ألا لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده فقدر بعض أهل العلم وذكر في ذلك الإمام التحاول فقال إنه الكلام واضح بأنه هنا يؤصد الكافر الحربي ولا يقصد من ذلك مطلق من خالفني في العقيدة وبرجع أقول الكافر ليست سبة إنما هي لفظة اصطلاحية في القرآن الكريم تستعمل بمعنى أنه المخالف ليه في العقيدة طيب لما الإمام التحاوي وغيره من أهل العلم قال إنه هنا المعنى الكافر المحارب وليس مطلق الكافر لأنه النبي في النص التاني بيقول ولا ذو عهد في عهد يعني المعنى أنه لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده من كافر حربي لأنه بيجري أنه لما بيدخل المسلمين في مكان واحد وبيبقى معاهم أقليات أخرى أو مجموعات أخرى في وطنهم يعيشون من ذات الوطن وأنه دول من غير المسلمين لكن يجمعهم أمان واحد أنه خلاص أهل الزمة أهل استواء معنا في الدماء النبي لما قال في دستور المدينة لهم ما لنا وعليهم ما علينا يبقى تكافأت الدماء يعني اللي يجور عليهم يجور علينا كأنه جار علينا ولي يجور علينا من الخاجر كأنه جار عليهم يجمعنا ذلك العهد إحنا متبادلين إحنا الاثنين فيه إحنا نرعاء إحنا الاثنين فيه يبقى هنا نص الحديث بأنه يعني الكافر المحارب أي المخالف لي ومعادي لي أما غير ذلك فده قضية تانية خالص